المصر اليوم صفحة 8 أحداث استطلاع رأي 62% من المصريين أشعرون بأن الأحوال زادت سوءا بعد 8 شهور من الثورة و75% يريدون دولة مدنية ده صفحة كاملة في الصفحة الثامنة في المصر اليوم بتعرض استطلاع رأي قامت بي إحدى الشركات العالمية في مجال الاستقصاء والتحقيقات الحقيقة الأرقام اللي بيقولها وأرقام أنا بشوفها يعني معبرة عن الحال وإن كان في حاجات طبعا إيه هتختلف معها وتتطفق لأنه قد تكون النسبة يعني بتعبر عن نفسها بشكل أبو آخر يعني مثلا إذا كان في 29 بس قلقون على المستقبل أعتقد أن كل مصري الآن على المستقبل دلوقتي 29% ده عدد قليل قوي 44% بيعتبرون وصول الإخوان للسلطة سيكون له تأثير سلبي دي وجهة نظرهم 56% بيعانون من ارتفاع الأسعار وأعتقد أن ده كان أهم عنصر في التقرير اللي اتعمل أنه بالفعل المصريين مش معترضين قوي على الثورة وإن كانت نسبة أقلت النسبة من 80% ل60% يعني معنى دعمها لكن أغلبهم بيقول طب لو الحال استمر على كده من ارتفاع أسعار لو الحال استمر على كده من سقوط المسألة الأمنية وهيبة الدولة هنوصل لفيد ولو استمر كده برضو أن احنا بنفقد من النقد بتاعنا أو الاحتياطي بتاعنا النقدي هيحصل إيه؟ خلينا نكون إيجابيين وندعو وإن كنت يعني أعتقد أنهما بيعملوا ده بالفعل ندعو أعضاء المجلس العسكر التسعتاشر لقراءة هذا الاستطلاع الذي يعني يعكس خلينا نقول نسبة كبيرة من أهرام الشارع أهم من الأهرام صفحة أولى تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية ودعوة المعارضة السورية لتنصيق المواقف ومطالبة الجيش بعدم التورط في العنف شفت بقى إحنا غرقانين في مصر لهذه الدرجة ونسيين اللي بيحصل في سوريا ونسيين اللي بيحصل في العالم ده العالم كله مظاهرات دلوقتي ضد الإمبريالية وسقط برلسكوني برلسكوني سقط مبارح العالم كله يا جماعة بيرفض هذا الاحتكار الفاسد لحياة البشر جزء من هذا الاحتكار الفاسد لحياة البشر بيحصل في سوريا دلوقتي شاهدت على الفيسبوك واليوتيوب بالأمس صور وأفلام يعني تقاط تعنيات القلب زي ما بيقولوا فعلا اللي بيحصل في سوريا ده مش طبيعي اختلفت مع النظام اتفقت ولكن في هناك تصفية بتحدث للمعارضين وهذا لا يتم يعني في أسوأ الشعق في البلاد عموما كان في خطوة فعالة نتمنى أن تكون فعالة بالفعل بالجامعة العربية بالأمس علاقه العضوية وفقت 18 دولة ورفضت اليمن اليمن طبعا يعني الاعتبارات أنها عندها نفس المشكلة يعني بالتعامل بعمف مع رفضت سوريا مفهوم رفضت لبنان مفهوم والعراق امتنعت عن التصويت 18 دولة عربية وفقت على قرار تعليق تعليق بمعنى أن هي بتتويق لأننا عرفتوا أنه فيه دولتين بس هم اللي اعترضوا بس أنا عشان بس يبقى دا من الجورنال المصر اليوم في الصفحة الثالثة المؤتمر اللي هي سوريا اعترضت وواحدة تانية مش فاكر ميتين بس موافق 18 دولة وباعتراض تلات دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت دا خبر نقلا على مصر اليوم قد يكون فيه تفاصيل أخرى بس دا الموجود عندنا واحنا نقلا يعني على عهدت المصر اليوم تمام إلى إفساد حياة سياسية بالكامل في منطقة عربية عددها كم مليون 200 مليون تقريبا احنا بنعاني بالفعل العالم كله بيعاني من رأس مالية حقيرة قدت إلى أنه فيه رأس مال بنقول إيه بيستغل الفقراء بيستغل الإنسان أوروبا كلها أي ما لندن مظاهرات أمريكا كل حتا في حاجة حصل عليها تعتيم علامي دا شارت ليه سحر الموجي في مصر اليوم حاجة صغيرة جدا كل المظاهرات أغلبها اللي خرجت في العالم بتشيد بدور مصر وتونس في أن هم صحوهم من صوباتهم العميق دعونا نتفائل أن احنا حرقنا حدفنا طوبة في بحيرة العالم الركيدة العالم يتحرك لابد أن نتحمل المسئولية ولابد أن ندفع المستمن وسنصل بشرف إلى ما نتمنى بإذن الله ونتمنى كمان أن احنا زي ما احنا يعني بيشكرون أن احنا يعني قمنا بالوعي دا احنا كمان نقدم لهم بقى صورة جيدة يعني ما نبقاش احنا اللي عملنا الطوبة ورمينا الطوبة أن الحياة المياه الركدة دي تتحرك وفي نفس الوقت يتريعوا علينا في الآخر عايزين أن احنا نبقى قد ما نقدر ندي بقى صورة كويسة لحالنا والغيرنا وعشان كنا هقول كلمة أخيرة للتفاؤل للمشاهديننا نعم أرجوكم التاريخ يصنع في سنوات عزيم احنا بندفع تمن في شهور أو في أيام أو في أسابيع لكن دا هو القادم لأجيال قادمة تفقلوا بالخير تجدوا عمال عوضة صحفية في جريدة الأهرام شكرا جزيلا لحضرتك يا فن شكرا ليك يا فن بستمتع وانا بتماقش معاك في الصحافة مع أني ما تكلمتش كتير النهار ده وسبتك تتكلمي براحتك عموما اللي عايز تتفرج على الفترة يشوف الحلقة وهيلاقي أشرف تتكلم والله مشاهدين نهارك سعيد فكرة جاية صاحب فكرة مشروع الممر الأفريقي مشروع جميل جدا ممكن يربط مصر بدول أفريقيا ويبقى في تنمية بشكل كبير جدا مع زميلي فادي الفكرة الجاية نهارك وديما سعيد